بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنبدأ نعمل دايرة شحن وتفريغ المكسف باستخدام برنامج هبدأ اعمل الدايرة زي ما احنا شايفين كده حط بطارية قيمة تسعة فولت بعد كده حط سويتش وهنعرف توصله ازاي وهحط مكسف كيميائي قيمته ميت مايكرو فراد طبعا كيمياء ده ليه قطبية ليه مجابوليه سالب حط بعد كده المكاومة وبعد كده هحط عنصر الخارجي بتاع اللي هو الايه الليد هبدأ اوصل الدايرة زي ما احنا شايفين بالشكل ده هوصل مع المكسف تمام زي ما احنا شايفين وهوصل بقية الدايرة مقاومة مع اليد وهوصل دول كلهم ببعض الارضي يبقى الارضي واحد له للدارة بحلام وهوصل البطارية مع ايه مع المكسف هبدأ اعمل ايه اول حاجة هبدأ اعمل هوصل البطارية مع المكسف بس هيبدأ المكسف يشحن بقيمة الجهد الموجود على مين على البطارية لو جينا شوفنا هنلاقي شكل المكسف هو بيشحن الاقطابة هي الموجب بياخد الشحنة الموجبة والسالب بياخد الشحنة السالبة ويبدأ يشحن لما كنت الجهد عليه سوقهم الجهد البطارية طبعا ما فيش هنا في الحالة دي ما فيش طيار بيمر كل المكسف بيعمله ان هو بيعمل عملية شحن فقط طب لو جيت غيرت الطرف التاني بتاع السويتش الناحية التانية هيبدأ يفرق وجيت عملت طبعا هتلاقي ان اللمبة عادت اه وطفط ايه بسرعة لان قليمة المكسف القليمة السعوية بتاعته ايه وليلة طيب هبدأ دلوقتي بقى ايه احط جهاز اه ديجيتال ملتيميتر عشان هشوف الجهد في الشحن وفي التفريغ زي ما هنشوف دلوقتي هبدأ اوصله مع المكسف وهوصل مرة وبشحن وبعد كده هنشوف الجهد هو بيقل من تسعة فولت لغيت آآ تقريبا صف طبعا هنا مفيش جهد هنا بدأت ايه اشحن الايه المكسف قليمة الجهد كام تسعة فولت اهي زي ما بينا كده قدامنا هبدأ افرق هيبدأ الجهد يقل لي قل لي قل لي لغيت ما هيوصل لي الصفر تقريبا طيب لو زودت قمت المكسف بقى عشان اوضحها خليتها آآ الف مايكرو فراد هدان هنا اكتر طبعا هاشحن هنا هوت الجهد عليه تسعة فولت هبدأ افرق هيبدأ ليه الطيار يمر وبالتالي المكسف هنا هيعمل عمل الايه البطارية طيب عايز اشوف الشحن والتفريغ هبدأ بقى بعد ما عملت الوصلت الشحن والتفريغ على هحاول اوصل معهم اه اسلسكوب واشوف شكل الايه شكل الشحن والتفريغ ادي اسلسكوب ليه تو تشانيل تشانيل وان وتشانيل تو طبعا ده ليه موجب وسالب اوصل الموجب مع موجب المكسف والسالب هوصله مع سالب الايه المكسف وهبدأ اشوف الشحن والتفريغ طبعا عشان اه اشوف الشحن والتفريغ هشوف الاسم لازم ادوس ايه جراف خلي بالك من نقطة التوصيل تبقى اه موضحة مباينة وما تعملش شورت في الداية هبدأ اوصل هوت دوست على بعد كده فتحت الايه فتحت الشكل اللي هرسم عليه او المربعات اللي هرسم عليها من ابدأ بعد كده ايه اشغل الدايرة في حالة الشحن اوصل ده في حالة الايه الشحن ايه كده المكسف بيشه طبعا عايزوا يفرر نلاقي المكسف يبدأ ايه الجهد ينزل 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 لغاية اكاد يكون ايه يصل الى الايه الى الصفر هبدأ كده بقى ايه شغال شحن وتفريغ الدايرة ديها بيبين لنا عملية شحن وتفريغ الايه المكسف وهنا بيورينا الطيار ماشي ازاي حالة التفريغ الطيار بي ايه بيمر انما في حالة الشحن مفيش ايه مرور للطيار دي كانت دايرة بسيطة لشحن التفريغ المكسف بصدام اللايف وير شكرا جزيلا على حسن الاستماع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة